أول ما فتحوا هذه الخزائن وجدوا فيها جماجم جماجم؟ جماجم وعلى كل جمجمة ما يشير لصاحبها لمن كانت تلك الجماجم؟ هارون قال لهذا من رهبان بني هاشم هذا عابد قال للفضل ابن الربيع دامك تأرف أنه عابد ليش تسجنه؟ لماذا نحيي الميلاد؟ لماذا نجلس؟ لماذا المستمعين لحين كلهم قاعدين يسمعونك تسولف عن الإمام صروات الله؟ هذا هارون جاء أبي ساحر وأراد أن يجعل جلساء يسخرون من الإمام الكاظم عليه السلام الوحيدون على كوكب الأرض بل في مجرة درب التبانة بل في سائر المجرات الذين يملكون مصداق حقيقي لهذا الحديث هم الشيعة الاثني عشرية أنار الله برهانهم هؤلاء الذين تنقبض نفوسهم من ذكر أهل البيت عليهم السلام لهم علاج في يوم القيامة وهو الدرك الأسفل من النار يجي إلى الإمام عليه السلام يقول لأني أقص وأذكر حقكم وفضلكم أذكر حقكم وفضلكم فقال الإمام عليه السلام إمام صارق عليه السلام يقول وددت لو أن على كل ثلاثين ذراعا رجلا مثلك كلما ذكرنا اسم الإمام الكاظم صلى الله عليه تبادر في أذهاننا وجوده المبارك داخل السجن ولا نعلم عنه إلا المصاب فالسؤال لماذا لا نتعلم ونبحث ونقرأ في سيرة الإمام الكاظم صلى الله عليه هل هناك تفاصيل في سيرته نحتاج نعرفها ونبدأ ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد ومن حسينية الإمامين الكاظمين بمناسبة مولد الإمام الكاظم صلى الله عليه في آخر ذا الحجة نبعث لكم التهاني والتبركات ومعي في الحسينية في الاحتفال سماحة الأخ العزيز البشوش اللي ما يرضى نقول للشيخ أبو كرار علي العجمي من صلات الله تعوان حياك الله حياك الله حبيبي وجواد صوتي وايد على من صوتك نروح لك فدوة إن شاء الله رح نأخذ وياك كلام نبسط الكلام شوي عن موسى بن جعفر سلام الله عليه فأولا أبارك لك المولد الله يبارك في حياتك ونبارك للأخوة الحضور أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والشغلة الثانية مبارك عليك زيارتك للحسين سلام الله عليه في عرفة الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأنت كذلك تقبل الله أعمالكم كنتم في الحج يهو بس بقتك شيخ بس رحم الله والدك شيخنا الشغلة الثانية نبين ندخل في صلب الموضوع بلا مقدمات لما نتكلم عن إحياء أمر الإمام الكاظم صلى الله عليه عليه نحن نحيي أمر الإمام حدثني عن كلمة الإمام وعمق هذه الكلمة التي نحن نحيي ذكر الإمام صلى الله عليه في هذه المناسبة الله في القرآن الكريم تناول مفردة الإمام ولكن كيف تناول مفردة الإمام قال وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ هذه آية نحتاج شوي نتأمل فيها ليش؟ من الذي جعل؟ الله جعل وجعلنا آية أخرى تفسر هذا الجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته الله لا يجعل إلا عن اصطفاء واختيار لمن هو أهل لذلك فهذا الأمر الأول مرتبط بالجعل الإلهي وجعلنا منهم أئمة إذن هذا هو اختيار الله عز وجل وإذا كان اختيار الله سبحانه وتعالى فإنه وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَاسْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي هذا هو من الله سبحانه وتعالى يهدون ونا سأعلق على الهداية بعد أن أنهي الآية لأن هناك أمر مهم ينبغي أن يلحظ كلما تحدثنا وتناولنا قضية الهداية التي كانت عند الآية عليهم السلام يهدون بأمرنا الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره هذه الآية قال لا بأمر الناس بأمر الله يحكمون لا بأمر الناس بل بأمر الله يؤثرون طاعة الله على طاعة الناس وهذا معيار مهم ربما وجد بعض الحكام الذي عنده بعض الصلاح ولكن ذلك لا يكون في شام في كل حياته فلا ربما استسلم وقدم دنياه في بعض الموارد على آخرته قدم أمر نفسه على أمر الله أما الإمام فلا يقدم إلا رضا الله رضا الله هو الغاية التي ينشرها لما صبروا هنا الإشارة إلى المعيار الذي من خلاله استفى الله هؤلاء الأئمة فما هو المعيار؟ لما صبروا إذن هم على درجة عالية من الصبر يزكيها الله سبحانه وتعالى فما هو هذا الصبر؟ أعطيكم إشارة هذا الصبر الذي كان عند الآئمة عليهم السلام واحد من مشاهده ما نجده في زيارة الناحية قد عجبت من صبرك ملائكة السماء حتى ملائكة السماء وهم بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى عندما يقفوا على صبر الإمام فإنهم يتعجبون هذه صفحة من صفحات صبر الإمام وكانوا بآياتنا يوقنون إذن هم على درجة عالية من اليقين والاتصال بالله سبحانه وتعالى إذا كان هذا هو صنع الله فما هو ما عسى مثلي أن يتكلم؟ هذه آية آية أخرى وهي في سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب دققوا في هذه الآية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذه هي الهداية الهداية إخراج الناس من الظلمات إلى النور لكن هذه الآية جاءت في الحديث عن النبي محمد هنا سؤال يتبادر إلى الأذهان هل كانت حاجة الناس إلى الهداية مقتصرة فقط على 23 سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أم أن حاجة الناس إلى هذه الهداية مستمرة إلى يوم الساعة يعني أنت إذا تجيب تقول هذه فقط مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله إخراج الناس طبعا هنا في تأمل دقيق الآية ماذا قالت تناولت القرآن كتاب أنزلناه إليك ولكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال لتخرج من الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يخرج الناس القرآن كتاب هداية ولكن من الذي يخرج الناس في هذه الآية من الظلمات إلى النور الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحاجة لم تكن فقط لمجرد 23 سنة بل هي حاجة إلى قيام الساعة وإذا كانت كذلك فنحن في كل زمان نحتاج إلى وجود القرآن وإلى وجود من يخرج الناس من الظلمات إلى النور فمن هو هذا الشخص هذا ما عينه النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين حديث الثقلين من الأحاديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم المطلوب أن تتمسكوا أن تعتصموا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ما هو عكس الهداية الضلال معنى الحديث إذا أردتم هذه الهداية التي فيها ربط بين القرآن وبين شخصية الهادي فاطلبوها في حديث الثقلين إني تاركون فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي وإنهما لن يفترقا أو لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض وهنا أريد حطوا خطهم لأن هذه العبارة مهمة جدا لأنني سأنقلكم إلى صحيح مسلم حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما وليهم إثنى عشر ما معنى الربط بهذا الحديث ابن حجر العسقلاني هو إمام من أئمة علم الحديث عند إخواننا من المذاهب الثانية يسمى أمير المؤمنين في علم الحديث يقول لما وصل إلى هذا المورد نقل عن أحد العلماء ويسمى المهلب يقول لما أقطع بشيء في هذا الحديث يقول ما قدرت أوصل إلى كنه هذا الحديث ونقل عن شخص ثاني اللي هو ابن الجوزي يقول بحثت يقول فرقت نفسي وقعت أسأل شوه فلان كذا شنو المقصود بهذا الحديث لم أفهم شنو يعني الاثنى عشر ما فهمت شنو المقصود الوحيدون على كوكب الأرض بل في مجرة درب التبانة بل في سائر المجرات الذين يملكون مصداق حقيقي لهذا الحديث هم الشيعة الاثنى عشرية أنار الله برهانهم الأمر محسوم عندهم من هم؟ هؤلاء الاثنى عشر كلهم من قريش وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا هو الإمام الإمام إذا أردت أن تعرف الإمام افتح الكافي شوف الأبواب قبل أن تدخل إلى الصفحات روح إلى الفهرس شوف من هو الإمام في كثير من الأبواب هناك عنوان لمن هم الأئمة عليهم السلام ما هي صفتهم في واحدة من الروايات عن الإمام الرضى عليه السلام الإمام رضى له كلمة جميلة وقد نقل إليه اختلاف الناس في تعريف الإمام فتكلم عن الإمام ثم قال الإمام واحد دهره الله لا يدانيه أحد ولا يعدله عالم لما تتكلم عن الإمام تتكلم عن شخص غير متكرر في الأمة هذا هو الإمام واحد دهره شخص واحد هو الإمام هذا هو الإمام هذا هو تعريف بسيط ومن أراد فعليكم بالكاففة فيه الكثير من تعريف الإمام ما أفهمه من كلامك أبو كرار يعني مصطلح الإمام إذا تعلقنا فيه عقائديا رح نفتح نافذة مع المعصوم صلوات الله عليه مباشرة هذه هي المطلوب إن نعرف إحنا من هو الإمام كلما عرفنا الإمام كلما كانت علاقتنا بهذا الرجل وبهذا المعصوم أعظم لكن في زمن الآئمة عليهم السلام كان الإمام موجودا ولكن كثير من الناس لا يعرفوا حقيقة الإمام لذلك أمير من عليه السلام تشوف في نهج البلاغة يأمرهم بالمسير في الصيف يقول انتظر حتى ينقضي عنا هذا الصيف ويأتي الشتاء يأتي الشتاء يقول انتظر يخف عنا هذا البرد إلى أن يأتي الصيف فالإمام يقول أنتم إذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر ما الذي أوصل هذه الناس إلى هذه الحالة أنهم لم يكونوا يعو معنى الإمام الإمام مفترض الطاعة في حديث الغدير وقد عشناه قبل أيام النبي صلى الله عليه وآله قال كلمة جميلة قبل أن يذكر عبارة من كنت مولاه فعلي المولاه قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى ذلك معنى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه مقدم على اختيارك إذا اختار النبي صلى الله عليه وآله أمرا ما واخترت أنا أمرا آخر أقدم كلام رسول الله وهذه مقتضى الآية القرآنية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مقتضى ذلك أن تقدم رسول الله النبي صلى الله عليه وآله في حادثة الغدير فرع على هذه الولاية فقال من كنت مولاه بهذه الولاية فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اللي أفهم أيضا من كلامك أبو كرار أنه إذا طبقنا هذه القاعدة على أحياءنا لعيد الغدير سيختلف يعني إذا عرفت معنى الإمامة عيد الغدير رح يختلف وياي إحياء أمر علي بن أبي طالب سيختلف وياي نصرة علي بن أبي طالب محرم على الأبواب إذا عرفت معنى الإمامة في علاقتي في الحسين صلى الله عليه تختلف إحنا أحيانا ينبغي أن نتدبر في هذا الأمر العلاقة لازم تكون مع الإمام بما هو إمام لا بما هو مجرد بشر اللي صار وياه واللي حدث وياه اللي صار وياه مثلا لنفترض أن أحد الأئمة عليهم السلام كان في موقف ما من المواقف وتعرض لأذية بكلمة بسيطة ممكن أنا أتكون الإنسان العادي في محيطي اتعرضت لعبارة أشد من هذه العبارة التي قيلت للإمام ولكن ولكن هذه العبارة قيلت لأبي كرار من هو أبو كفار وتلك العبارة قيلت للإمام الإمام الله أكبر وإذا قيلت للإمام فهي انتهاك لمن نصبه الله سبحانه وتعالى والنعم بالله من عاد الإمام عاد الله سبحانه وتعالى هذه هي قيمة الإمام فالمحطة الأولى الآن عرفنا أهمية معرفة الإمامة قبل أن ندخل في صلب مثلا شخصية الإمام حياة الإمام سيرة الإمام الآن دعونا ندخل في حياة من اجتمعنا لأجله وهو الإمام الكاظم صلى الله عليه أولا كما تعلم أبو كرار أكو شوية ربكة في إحياء مولد الإمام صلى الله عليه فنبي تسولف لنا عن مولد الإمام الكاظم صلى الله عليه بما أن نحن نحيي في آخر ذلك الحجة وأغلب التعليقات إذا تلاحظ حتى في الانستجرام لو غيرها بالإعلانات ليش تحيون الحين مولد الكاظم في سبعة صفر فنتمنى تكلم لنا عن مولد الإمام الكاظم قبل أن نتكلم عن حياته الإمام الكاظم عليه السلام بس إذا تنزل لي بكرة المكروفون حتى تاخد انتراحتك وتقرب منه فدوة هل شكل زين؟ أي زين راضي علي راضي عليك للموت الإمام الكاظم عليه السلام ليش وش سبب هاي الربكة؟ أن فيما سبق كانت تعتمد الرواية أو الخبر أو التأريخ الذي ذهب إليه صاحب كتاب المناقب ابن شهراشوب ابن شهراشوب في كتابه المناقب ذكر أن الإمام الكاظم عليه السلام ولد في سبعة صفر الحالة الطبيعية عندنا أننا نقدم مناسبات الأحزان على مناسبات الأفراح لكن من سبق ابن شهراشوب في كثير من الأحيان تكلم عن الشيخ المفيد في الأرشاد تكلم عن الشيخ الكوليني قبل كل التعريف بكل إمام يذكر نبذة تعريفية متى ولد كذا نجد أنهم لم يذكروا التاريخ فأقرب شخص شاف تاريخ محدد كان ما وجد في كتاب المناقب لكن لما رجعنا إلى الروايات الشريفة مثل ما جاء في بصائر الدرجات في دلائل الإمامة بصائر الدرجات هم يعتبرون الكتب القديمة أيضا نتكلم عن كتب قديمة بصائر الدرجات سابق على كتاب الكافي نتكلم عن كتاب مثل كتاب الكافي للكليني المحاسن للبرقي هذه فيها رواية عن أبي بصير هالمصادر كلها قد أتكلم عنها؟ هذه الرواية لم تصرح بتاريخ ولكن يمكننا من خلال جو الرواية أن نذهب إلى أن المقصود بهذه المدة التي ولد فيها الإمام الكاظم عليه السلام كانت في العشر أو آخر أن أنقل الرواية التي جاءت في الكافي رواية مروية عن أبي بصير أبي بصير وما أدراك ما أعلم أبو بصير من أمناء الله على الحلال والحرام في بعض الروايات له قيمة عظيمة وكان جليسا وملازما للأئمة عليه السلام كان ملازما للإمام الصادق عليه السلام فيقول أبو بصير حججنا مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام في السنة التي ولد فيها ابنه موسى عليه السلام إذن نفس السنة اللي انولد فيها إذن هو يقول تكلم عن فترة الحج يقول فلما نزلنا الأبواء الأبواء منطقة بين مكة والمدينة وفيها دفنت مولاتنا آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وعليه في هذه المنطقة يقول نزلنا يقول فلما نزلنا الأبواء وضع لنا الغداء وكان إذا وضع الطعام لأصحابه أكثر وأطاب بعد الإمام عليه السلام يعني ما يقصر ويضيوفه وعاد كيف إذا جاينا أبو بصير يقول فبينما نحن نأكل إذ أتاه رسول حميدة حميدة هي حميدة المصفاة زوجة الإمام الصادق عليه السلام ولها فضل عظيم حميدة المصفاة كسبيكة الذهب سلام الله عليها هل نتأملها أمهات الأئمة عليهم السلام كنا على درجة عالية من الجلالة والعظمة سيدة حميدة من هذه النسوة فإجا رسول من حميدة فإجا رسول مبعوث من حميدة إلى الإمام الصادق عليه السلام ما كانت رسالته قال له الرسول إن حميدة تقول إني قد أنكرت نفسي وقد وجدت ما كنت أجد إذا حضرت ولادتي وقد أمرتني شوف عناية الإمام الصادق عليه السلام كانت حامل فقال تقول وأنك أمرتني أن لا أستبقك بابني هذا اللي في بطني أنت طلبت مني أن فورا يعني بباني الولادة أنا ديك أنزين فقام أبو عبد الله أنزين فقام أبو عبد الله عليه السلام فانطلق مع الرسول اللي مبعوث حميدة فلما انصرف راح الإمام ورجع لما رجع الجماعة جالسين وينتظروا بعد الحج هذا كله إيه بعد الحج لذلك الربط بأنه في أواخر ذي الحجة رجع الإمام عليه السلام يقول أصحابه سرك الله لأنه رايح على أساس سالفة فيها أقلاده مولود سرك الله وجعلنا في ذاك فما أنت صنعت من حميدة رحت أنت شنو السالفة قال سلمها الله وقد وهب لي غلاما شوف الوصف من الإمام وهو خير من برأ الله في خلقه الله لذكره صلوات الله مصلي على محمد وآل محمد رجع لكلمة الإمام الرضا عليه السلام الإمام واحد دهره الله نفهم أفضل من برأ الله يعني أول ما قاله الإمام الصادق عن الإمام الكاظم بعد ولادته مباشرة أنه أفضل من برأ الله من خلقه الله هذا هو إمامكم هذا هو الكاظم عليه السلام ثم قال ولقد أخبرتني حميدة عنه بأمر ظنت أني لا أعرفه يعني نقلت لي حدثا ما وهي على بالها أن أنا ما أعرف هذه القضية التي تنقلها إلي ولقد كنت أعلم به منها هذا الخبر اللي نقلت لي مع أنه صار أمامها ولكني أعلم به منها شنو اللي صار فقال أبو بصير جعلت في ذاك وما الذي أخبرتك به حميدة عنه قال ذكرت أنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمارة الوصي من بعده الرواية فيها تكملة ومن باب تشويقكم الرواية ذكرت أن الإمام عندما نزل من بطن أمه نزل وهو واضع يده على الأرض ورافع رأسه إلى السماء وروحوا شوهوا هذه الرواية في كتاب الكافي ما هو المقصود بوضع اليد على الأرض يشرح الإمام يشرح الإمام عليه السلام رواية طويلة ما أودك تقول أنا الآن من باب التشويق من باب تحفيز الناس وإثارة الهمم روحوا شوفوا ما معنى أن ينزل الإمام من بطن أمه وهو واضع يده على الأرض وما معنى أن يكون رافعا لرأسه إلى السماء هاي روح هذا واجب منزلي أنا مدرس وهذا واجب منزلي لا منك شيخنا زي السؤال أبو كرار يعني حين نفهمه من هذا النص أن نص ذكر ولادة الإمام الكاظم بهذه الكيفية موجودة في أوثق الكتب في مصادر متقدمة وفي هذا الحال نقدم الرواية على خبر يعني حتى ذاك ما خبر مو رواية هذاك مثل تأريخ هذه التواريخ يعرضوا فيها ما يعرض لكن الرواية أثبت من هذه الجهة ونفهم من الرواية أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان عائد من الحج أنهى مراسم الحج نزل في الأبواء هذا راحة الحجيج بعد الحج أيوة يعني تقديريا نحن نحسب نهاية الحج بتاريخ ثلاثة عشر ذي الحجة المشوار اللي قضاء مسير إلى أن وصل إلى الأبواء آخر ذي الحج يسير يعني العشر الأواخر من ذي الحجة فحري ينبنا كل سنة هاي العشر الأواخر نعطي يوم ذا الكاظم سلام الله الإمام الكاظم عليه السلام باب الحواجي وهو يستاهل ولا نا يعني وحدة من الأمور مسؤوليات نتجاه لأيمان عليه السلام أن نجدد هذه المحطات هذه المحطات تحيينا نحن الإمام الكاظم عليه السلام ولأيمان عليه السلام أحياء عند ربهم يرزقون سلام الله نحن نحضر إلى هذه الأماكن لنحيي أنفسنا لنحيي قلوبنا هنا تكمن أهمية هذه الإحياءة أحسنت أنزينا أبو كرار الآن خلنا ندخل احنا اجتمعنا الآن لذكرى من الكاظم عليه السلام شوف على طول من تقول لك ما حد يقول لذكرى الإمام موسى أو يقول مثلا لذكرى موسى بن جعفر نادر على طول رأسا إما للتعريف الكاظم أو الإمام الكاظم فودي نتكلم عن هذا اللقب هل عندنا شوية ملامح عن لقب الإمام الكاظم لماذا سمي بالكاظم سلام الله علي الكاظم في أصل اللغة تطلق على من يكذم أو يكتم غيظة يعني تعرض إلى إغضاب ولكنه قرر أن لا ينفعل بل أن يسيطر على هذا الغضب هذا معنى صحيح في أصل اللغة لمعنى الكاظم ولكن لأنه الإمام ولأنه واحد دهره فمعنى الكاظم يختلف بأي نحو القرآن عندما وصف الكاظمين بأي وصف وصفهم تعرض إلى أكثر من وصف دقيق قال والكاظمين الغيظ إذن أول أمر كظم الغيظ والأمر الثاني والعافين عن الناس والأمر الثالث والله يحب المحسنين الإمام الكاظم عليه السلام مو بس يسيطر على غضبه مو فقط يكتم غيظة لا درجة أرقى يعفو ويحسن قل أقرب هذه بشواهد من حياة الإمام الكاظم عليه السلام في يوم من الأيام والقصة ينقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يقول في يوم من الأيام كان عند الإمام خادم فجايب للأكل وكان هذا الرجل متعجلا يعني شوية يريد يخلص بسرعة فمن شدة عجلته ألقى بالطعام والأكل الصاخن الحار على وجه الإمام عليه السلام فنظر إليه الإمام عليه السلام قال هذا الخادم قال والكاظمين الغيض قال كظمنا غيضنا قال والعافين عن الناس قال عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله 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 شوفنا هنا يريد أن أتوقف على وقفة بسيطة بين قوسين هذه الرواية هنا الخادم لا يعلم الإمام الكاظم عليه السلام أمرا يجهله الإمام يعرفها هذه هي أخلاقه أنه يعفو ويحسن ولكن هذه الرواية فيها أمر لافت للنظر وهي أن حتى الخادم في بيت الإمام فقه حتى الخادم الذي يشتغل ويا الإمام في بيت الإمام على درجة عالية من الفقهة حافظ للقرآن الكريم ويجيد توظيف آيات القرآن هذا هو الخادم في بيت الإمام عليه السلام فكيف بالإمام فكيف بالإمام مشهد آخر أيضا من حياة الإمام الكاظم عليه السلام الإمام الكاظم كان إذا يبلغه إن شخص يؤذيه شنو تتوقعي قابله احنا في الحالة الطبيعية يقول أقصى شيء أقصى شيء أني بمسك نفسي وما لا أتعرض له الإمام الكاظم لا كان يبعث له بصرة من المال وطبعا هذه الأخلاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه كانت لها بعض الروايات أنها غيرت شخصا كان مبغضا لأمير المؤمنين ومبغضا للإمام الكاظم عليه السلام بسبب هذه الأخلاق هذا الرجل قال الله أعلم حيث يجعل إذن هي مو مجرد كتم للغيظ وإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسان هذا الخلق الحسن ونحن نحن رجيين نحن في مائدة الإمام عليه السلام أن نتخلق بأحسانه وبأخلاقه لأن هذه الأخلاق كلما وجدت في أتباع أهل البيت عليه السلام كلما كان ذلك محببا للناس إلى هذه الهوية هذا أدب جعفر هذا أدب جعفر أحسن هذا هو أدب جعفر هذه الأخلاقيات هي أخلاقيات الكاظم هذا هو الكاظم عليه السلام وغالبا هم نشتم عند ذكر الكاظم أبو كرار دائما نناديه بباب الحوائج صلوات الله عليه فحدثني أنا متأكد الحضور المستمعين المشاهدين الكرام عندهم حوائج عندهم هم وغم الدنيا لا تخلو في النهاية محل ابتلاء فحدثني عن كرامات موسى بن جعفر صلوات الله عليه خل نتعلق فيه ونتوسل فيه موسى بن جعفر عليه السلام باب الحوائج ليس هذا قول الشيعة فحس حتى المخالفين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد في الإمام الكاظم عليه السلام كلامك غريب شوي أحد العلماء كما ينقل صاحب تاريخ بغداد عن شخص اسمه الخلال هذا يقول ما أهمني أمر إلا وقصد موسى بن جعفر غريب مشيعي وتقضى الحوائج مشيعي مشيعي شخص آخر باسم الشافعي وهو شخص آخر غير الإمام الشافعي الإمام الفقه عند بعض إخواننا هذا شخص آخر يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب الترياق عادة تطلق على علاج السم أن هذا دواء السم فهو يقول إذا سمتك الحياة بسمومها ما هو الترياق موسى بن جعفر وليس مجرد أي ترياق بل هو ترياق مجرب وأنا واثق أنه لا يخلو مجلسنا هذا من كثير ممن قضيت حاجاتهم ببركة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذا هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بما أنك سألتني عن موضوع الكرامات أشير إلى كرامتين وقبل الإشارة إلى الكرامتين أمهد بحديث سالفة الكرامات ترى مو بس أدنا إحنا الشيعة نحن وغيرنا في عالم توفي في سنة 418 من علماء المدرسة السلفية من علماء الحديث اسمه هبة الله اللا لكائي عنده كتاب بعنوان كرامات الأولياء هذا حتى السلفية يمدحون هذا الكتاب ما الذي فعله في هذا الكتاب راح إلى القرآن الكريم قال خل نشوف الكرامات الموجودة هل أسبغ الله كرامات لأوليائه في القرآن الكريم ما أكثرها ما أكثرها ثم انتقل إلى زمن النبي صلى الله عليه وعاله ثم انتقل إلى زمن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وعاله وأراد أن يرسلها حقيقة أن كرامات الأولياء أمر لا ينكر هذه أقولها لأن ربما البعض يعترض ويثير أنه خصوصا إذا تعلق الأمر بكرامة لأهل البيت عليه السلام نحن صدورنا تنشرح إذا سمعنا بكرامة لآئمة أهل البيت عليه السلام لأننا نعرف أنهم أولياء لله وأن الله يكرم أولياءه غيرنا ربما انقبضت نفسه إذا تعلق الأمر بأهل البيت عليه السلام لا يتجد هذا الانقباض إذا تعلق الأمر بشخصيات أخرى لكن نفسه تنقبض إذا تعلقت بأهل البيت عليه السلام طبعا هذا لا علاج له في الدنيا في الدنيا لا علاج لمثل هؤلاء الأشخاص لأن هذا مرض في القلب وهذا المرض في القلب لا يعالجه الجراحون في الدنيا بل يعالجه الجراحون في يوم القيامة في يوم القيامة كل هناك مثل متداول يقال آخر الدواء الكي هؤلاء الذين تنقبض نفوسهم من ذكر أهل البيت عليه السلام لهم علاج في يوم القيامة وهو الدرك الأسفل من النار الله أكبر هذا لمن تنقبض نفسه عند ذكر أهل البيت عليه السلام وأما نحن فتطيب نفوسنا أنقلوا طيب طيب نفسنا شاهدين من حياة الإمام الكاظم عليه السلام الرواية الأولى عن حمد بن عيسى حمد بن عيسى من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام يجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام في يوم من الأيام فقال له دعلت في ذاك ادعو الله لي أن يرزقني الله دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل عام هذه خمسة أشياء أطلبها منك ارفع يدك باب الحوائج انت ارفع يدك بالدعاء شوف دعاء الإمام عليه السلام قال اللهم صلي على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة إلهي هذا أريد أن يتحج خمسين سنة معنى هذا وإيش أنه سيمد في عمره بحيث أنه يتمكن من أداء خمسين حجة هذا فعلا تحقق له ما هو نفسه شنه يقول في الرواية يقول وحججت هو الحين ينقل لنا بعد ما كمل ثمانية وأربعين حجة يقول وحججت ثمانيا وأربعين سنة وهذه داري قد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي هذه موجودة تحقق الأمر الثاني وهذا ابني الأمر الثالث وهذا خادمي إذن أربعة أشياء وقد رزقت كل ذلك زين وحاج كم سنة ثمانية وأربعين حجة الإمام كم داع له خمسين حجة يعني كم باقي له ثنتين تقول الرواية فحجة بعد تلك الحادثة تلك الحجتين ورح الحج كمل الحجة الخمسين السنة اللي وراها قال أنا بعد خل أروح أكمل أسيد الحجة الواحد وخمسين خل أدخل فيه واحد وخمسين بس الإمام قال خمسين الإمام داع له بخمسين حجة دخل إلى اللي يقتسل غسل الإحرام في هذه الأثناء راوي طبعا اللي ينقل عنه يكمل الرواية يقول فجاء سيل وأخذه وهو فيه ذلك المنز يعني حتى كذلك توصل الحج لكن الإمام داع له بخمسين حجة تحققت الخمسين حدك هاي خمسين سنة خمسين حجة ما هو زيادة هذا مو من نصيبك هذه كرامة من كرامات الإمام عليه السلام كرامة أخرى وينقلها علي بن يقطين وحدثت في زمن الرشيد الرشيد العباسي أنا إذا أطلق رشيد وأطلق الهادي وهذه الأسماء لا أعني حقيقتها وإنما أنهم تسموا بهذه الأسماء وإلا ليس الرشيد رشيد ولا الهادي هادي ولا أمينهم أمين ولا غير ذلك على كل حال فأراد هارون جاء بساحر وأراد أن يجعل جلساء يسخرون من الإمام الكاظم عليه السلام فصال الإمام كلما أراد أن يمد يده إلى الخبزة هذا الساحر يعمل ناموس معين بحيثنا تتحرك الخبزة فأصبح هارون وجلساء يضحكون على الإمام فالإمام عليه السلام نظر إلى لوحة في الجدار عليها رسمة أسد فأشار إلى تلك الرسمة والتي عليها صورة أسد قال يا أسد الله خذ عدو الله فتحولت تلك الصورة إلى أسد حقيقي وجاء والتهم هذا الساحر وابتلعت فذعر هارون ومن كان معه فقال هارون أخذ يستعطف الإمام إن خلي هذا الأسد يرجع الإمام الكاظم يرجع الساحر هذا قال له إذا كانت عصى موسى أرجعت مبتلعت فهذا الأسد يرجع مبتلعت سبحان الله حتى نفس الساحر كلما اتصل الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإن له كرامة عند الله وهذه الكرامة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويسدده ويوفقه ويحميه أرادوا أن يسخروا من الإمام وإذا بالسحر ينقلب على الساحر هذه هي كرامات موسى بن جعفر سلام الله سلام الله أيضا لهذه الكرامات صلوا على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد بما أن شارفنا على آخر محطة أبو كرار يا ريت إذا في مجال تسولف لنا عن حياة الإمام الكاظم صلوات الله عليه مع الخلفاء أنت قبل وش ذكرت الرشيد فأنا بنعرف الإمام الكاظم ومعاناته مع الخلفاء خصوصا أنه قبل الله كان الإمام الصادق صلوات الله عليه كأنه ما كان فيه انفتاح نسبي بعد الإمام الرضى صلوات الله لأذا كان مرتاح ولو فيه قيود طبعا لكن المؤمون حاول يرتب الأمور وولاية العهد ما معنى الإمام الكاظم صلوات الله عليه وهو بين هالإمامين كان من سجن إلى سجن شوف القاعدة هذه معلومة ربما تساعدنا على فهم حياة الآئمة عليهم السلام في زمن الآئمة أمير المؤمنين الحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام القاعدة الجماهيرية التي كانت تعتقد أن الإمام مفترض وطاعة كانت قليلة بعض الروايات ربما تنقل عن بعض الأصحاب يقول ما أقلنا بحيثنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها يعني العزيمة مسوين وجايبين شاء ما نقدر نكملها إحنا لقلة من كان موجود في زمن الإمام السجر عليه السلام في رجال الكشفي هناك خبر أنه على زمان لم يكنوا إلا خمسة أبو خالد بن الكابلي ومجموعة سعيد بن المسيب ومجموعة خمسة أشخاص يعني عدد بسيط فكانت في ذلك الزمان القاعدة الجماهيرية قليلة والإمام موجود وحاضر فيما بعد بدأت رقعة الشريحة الشعبية التي تؤيد الإمام تزداد وين نلاحظ هذه في زمن الإمام الباقر عليه السلام بدأت تنوجد هذه الشريحة الجماهيرية يعتقدون هذا إمام الذي يعتقد أنه إمام مفترض الطاعة أطيع لازم طاعة تواجب يعني من كان في زمن أمير الممي عليه السلام ما كانوا يعتقدون أنه إمام مفترض الطاعة إلا بعض الخلص من الأصحاب الجو العام كان يعتقد أن علي عليه السلام هو الرابع ما كان يعتقد أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل ما كان يعتقد أنه إمام مفترض الطاعة من الله ما كان يعتقد هذه العقيدة في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام هذه الشريحة بدأت تزداد وتتوسع هذا ساعد على وجود انفراجة نسبية ولذلك بتشوف أغلب الحديث اللي وارد عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام نسأل هنا بننتقل إلى مرحلة في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو آخر زمن الإمام الصادق عليه السلام والأئمة الذين جاءوا من بعد الإمام الصادق عليه السلام هنا قاعدة الجماهيرية موجودة لكن الإمام بيصير عليه تضييق بخلاف ما كان عند الأئمة السابقين فهذا وين نشوفها هاي ملامح التضييق طبعا نقول هذا لأن هذا يساعدنا على فهم أن ليش الأئمة اللي جوا من بعد صار الأحاديث أقل نقلا عنهم مع أن يفترضنا أقرب إلى زمن كتاب الحديث رواة الحديث لكن هذا سببه هذا أن بدأوا يمارسون عليهم تضييقا معينا بحيث أن الإمام إذا لم يكن في السجن فهو تحت إقامة جبرية وإذا لم يكن تحت إقامة جبرية فهو تحت خراسة مشددة من الدولة الحاكمة هذا كله لأن الجو العام صار أن هناك شريحة كبيرة تعتقد أن هذا إمام معصوم مفترض الطاعة إذا كنت تعتقد فيه فشوي هدد البلاط ولأي لمن سيكون ولأي لن يكون للحاكم ولأي سيكون للإمام هذا أمر الأمر الآخر الدبلة العباسية كانت أشبه ما يقول يقال بأنه نظام بوليسي كانت حتى أقرب الناس إليهم يعني هم أول ما خرجوا أباسيين أول ما خرجوا خرجوا بعنوان الرضا من آل محمد الله الله صلى على محمد والحمد يعني أفهم قصدك الرضا من آل محمد أن الدولة العباسية كانت تريد أن تطلب فهم الدولة الأموية اضطهدت آل محمد فخرجوا بشعرات نحن نعيد لآل محمد ما سلب منهم وبايعوا لمحمد اللي هو المعروف بالنفس الزكية محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المجتبى عليه السلام بايعوا أخذوا البيعة له تخيل العباسيين مو ماخذين للبيعة لهم بل لهذا الرجل هو النفس الزكية ثم ما لبثوا بمجرد ما أن توطدت أركان الحكم مالوا على محمد النفس الزكية وقتلوا أبو مسلم الخراساني أبو مسلم الخراساني هذا وطد لهم أركان الدولة قاد لهم الجيوش مهد لهم قضى على الأمويين مضت الأمور غدروا به وقتلوه تشوف في أهد موسى الهادي هذا كان عند وزير اللي هو الربيع بن يونس في يوم الأيام بس شك العصب عليه جاب للسم وهو هذا الربيع بن يونس يقول يعرف أني أنا هذا مجوب للسم وزيره ومع هذا قتله فإذا كان هذا تعاملهم مع من مهد لهم دولتهم فكيف فكيف بمن يتوجسون أنه سيحل محلهم لو توطدت له هذه القاعدة الجماهير ولذلك حصر التضييق على الإمام وانتقل من سجن لسجن وحصر ما حصر شوف الإمام عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام أدرك أربعة من حكام بني العباس وفي أهد الإمام الكاظم عليه السلام أطول لأئمة إمامة 35 سنة ومع ذلك بسبب التضييق التضييق مو بس على أهد واحد من حكام بني العباس لا هو أدرك في إمامته أربعة من حكام بني العباس أدرك أبو جعفر المنصور وأدرك المهدي العباسي وأدرك الهادي العباسي وأدرك الرشيد العباسي أدرك ذول الأربعة في زمن كل واحد من هذا تجد تضييقا على الإمام سجن مراقبة إقامة جبرية وما شابه أنا نحن بحاول أدخل شيئا فشيئا لتناول كل شخصية من هذه وكيف كان حال الإمام عليه السلام نبدأ بأبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور كانت مدة حكمة 22 سنة مدة طويلة قضى الإمام الصادق عليه السلام على يد أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور هو الذي سمى الإمام المجتبى عليه السلام أعفوا الإمام الصادق عليه السلام هو الذي قتله لكن بنقلك صفحة من صفحات إش كذر هذا المجرم أبو جعفر المنصور عنده بنت أخ اللي هو ريطة بنته السفاح بنت أخوه ومزوجنها إلى ولده المهدي العباسي في علته الأخيرة قالها استدعاها مرض الأخير مرض الأخير قالها الحين المهدي ما موجود ولدي المهدي لكن أطلب منش هذه المفاتيح أخذوا عليك مع أهود ومواثيق أن هذه المفاتيح لا تدفعيها إلا لولد المهدي لما يرجع من سفره شنو في هذه المفاتيح طبعا قصة منقولها في تاريخ الطبري قالها لا أخذوا عليك المواثيق أنه لا تفتح إلا لما يرجع وبالفعل مات وهلك ثم جاء المهدي العباسي هو صار الحاكم من بعد أبيه فأخبرت قالت لترى أبو جعفر المنصور معطي لك هذه المفاتيح وطلب إنه لا أحد يفتحها إلا بوجودك وأنا وياك نروح راحوا إلى هذه الخزائن اللي كانت أول ما فتحوا هذه الخزائن وجدوا فيها جماجم 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 وعلى كل جمجمة ما يشير لصاحبها لمن كانت تلك الجماجم للطالبيين يعني الله أكبر أشخاص من أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام الله أكبر كان يقتلهم ويضع ما يشير إلى اسمه يعني لم يكن يقتلهم فقط بل كان يحتفظ بجماجمهم في صناديق الله هذا بغض للسلالة نعرف من هو أبو جعفر المنصور هذا بغض للسلالة فقط بغضا للسلالة وعداء هذا على أساس تفهم بعدين كيف سيعيش نفور من هذه من الأئمة عليه السلام ومن من يواليهم هذا مشهد مشهد ثاني قلنا أنه هو الذي قتل الإمام الصادق عليه السلام لكنه لم يكتفي بذلك بعث برسالة إلى واليه على المدينة محمد بن سليمان والرواية موجودة في الكافي قال له شوف انظر هل أوصى جعفر إلى رجل بعينه فإذا وجدته أوصى إلى رجل بعينه يعني أوصى له بالإمامة فخذه وضرب عنقه على طول شوف ما في يعني احنا قتلنا الإمام الصادق شوف هو لمن أوصى بالإمامة من بعده وقتله وراه بعد لا تراجعينه روحوا قتله كبسوا دار الإمام الله الصادق عليه السلام سلام الله ووجدوا وصية موسى بن جعفر لكن شوف تدبير الإمام الصالح عليه السلام ما الذي كتب في الوصية قال أوصى جعفر بن محمد إلى خمسة أولهم أبو جعفر المنصور وثانيهم محمد بن سليمان اللي هو والي المدينة الله ربعهم كلهم وثالثهم حميدة زوجته ورابعهم عبد الله وخامسهم موسى يعني خلصوا للأربعة إيه إذا بتقتله بدوا بأبو جعفر المنصور ما يقدرون فقال محمد بن سليمان ليس إله ولا أي سبيل بعد ما نقدر لهم هذا الله الله سلام الله فتدبير الإمام الصادق عليه السلام حفظ روح الإمام الكاظم عليه السلام في هذا المولد مشهد آخر أيضا ينبئ عن ذلك الزمن وأنه كان الزمن تضيق لما صار ومضى الإمام الصادق عليه السلام إلى جوار ربه حصل أمر معين فيما سبق من الأئمة معروف أن الإمام بعد الإمام الحسن هو الحسين وبعد الحسين علي بن الحسين كان هذا الخليفة أو الإمام اللاحق شخص مبرز بعد علي بن الحسين الإمام الباقر كان مبرزا في حياة أبيه بعد الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام كان مبرزا بارزا في حياة أبيه الأمور فيما بعد بسبب الضغط الشديد أخذ ينحى منحا آخر أئمة هربية تعليم السلام وضعوا لنا قانونا لتعيين الحجة ما هو هذا القانون هذا القانون من خلاله إما يشير إلى وصف الإمام مثلا يقول الإمامة في الكبير قاعدة ثانية أن يقول الإمامة في الكبير ما لم تكن به عاها أي أن في عيب خلقي يمنع هذا قاعدة عامة فإحنا إذا شفنا أن واحد من أولاد الأئمة عليهم السلام فيه عاها هذا مبعو أوتوماتيكيا ما يكون الإمام عبد الله المحض عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام كان به علة خلقية فخلاص طبيعيا أن هذا مستثنى لكن أنا أريد أن أقلك إلى رواية متكثرة في كتبنا وموجودة في الكافي في هذه الرواية تنقل أن هشام ابن سالم ومؤمن الطاق ذول كانوا جايين إلى المدينة ليعرفوا من هو الإمام طبعا نسيت أن أذكر أمر آخر أن الإمام أيضا كان ينص على عين الإمام يعني في أحد من أصحابه يقول له الإمام من بعدي هو هذا الإمام وذول الناس يأيين من بر حتى يسألون الإمام من هو الإمام من بعدك يسألون من هو الإمام لأن بعضهم طبعا هذا النص على العين لم يكن أمام كل أحد يعني بعض خواص الأيمة فطبيعي أن بعض أصحاب الأيمة ما كانوا يعرفوا هذا الأمر فهشام ابن سالم ومؤمن الطاق جايين من هو الإمام بعد الإمام أول ما يجوا شافوا في المدينة أن من جلس في مجلس الإمام الصادق عليه السلام هو عبد الله الأفطح فظنوا الخين طبيعيا أنه ليس بإمام لأن به آها لكن قالوا خلنا نختبره سألوه بعض المسائل فوجدوه يجيبوا إجابات خلاف الإجابات التي كان الإمام الصادق عليه السلام ما أعطيهم إياها قالوا ما يصير أن هذا الحكم الذي يعطينا الإمام الصادق وأنت تعطينا حكم آخر هذا تعارض فعرفوا أنه ليس الإمام طلعوا منه قالوا خلاص هذا ما هو الإمام وهذا اللي الآن لا تصدي يقول هشام ابن سالم صرت أقول في نفسي إلى من نلجأ إلى المرجئة إلى الزيدية إلى الخوارج إلى من يقول في هذه الأثناء أنا الآن طبعا أريد أن أنقل القصة وأنقل أمرا يرتبط بها وهو التشديد يقول فوجدت شيخا من بعيد يشير إلي شيخا من بعيد يشير إلي يقول فخفت لأن أبا جعفر المنصور بث جواسيسه يريد يعرف من هو الإمام الذي سيكون من بعد الإمام الصادق عليه السلام يقول بث جواسيسه يقول فأنا خفت فقلت حل صاحبنا مؤمن الطاق يروح واحد ولا يروح واثنينة هو واحد اللي إنشارة جاية إلي أنا أنت أنجب حياتك ربما يكون هذا عين من عيون بني العباس جاسوس من جواسيسه خل أنا أروح وأنت روح وحده جزهك ولا روحين فراح فأدخله الشيخ هذا إلى دار قال لا ادخل هنا أول ما دخل إلى الدار ابتدره الإمام الكاظب عليه السلام قال له لا إلى المرجئة ولا إلى الزيدية ولا إلى الخوارج إلي إلي الله 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 الحين الإمام تكلم بماذا بكلمات يعني لم يسمعها بحسب يعني ما حدث به نفسه حدث بها نفسه أو إذا قالها قالها في ذلك المكان فيقول لا إلي إلي وهذا عناية الآيام عليه السلام لا يجعلون شيعتهم يضلون فيقول لا إلي إلي وأخذ فيما بعد الأصحاب الخواص اللي ما كانوا يعرفوا عن الإمام الكاظب عليه السلام أنه الإمام ومن بعد الصادق جعلوا يدخلون عليه رواية تقولها شكل فكل من دخل عليه دخل إلى بيت الإمام الكاظب عليه السلام قطع عليه يعني اعتنق وعتقد بإمامته يقول لا ذكر ذكر اسم عمار الصباطي لعله انسان يقول أما البقية خلاص كلهم رجعوا إلى إمامة الإمام الكاظب عليه السلام لكن محل الشاهد إنه شوف التضييق بحيث أن حتى واحد من أصحاب الإمام يقول ربما يكون هذا عين لشدة ما بث المنصور من جواسيس عفوان أبو كرار نحن المفروض ناخذ شوية حديث نسف فيه عن علاقة الإمام الكاظب مع الخلفاء أنا على السريع بذكر لك زمن بعض الحكام بني العباس كيف كان عند الإمام هذا إذن أبو جعفر المنصور كان هذا وضعه طبعا فيما بعد ولي ولده المهدي ولد المهدي في شخص أبو الجماجم هذا استلم الجماجم في شخص اسمه حميد بن قحطب جاء إلى هذا الرجل المهدي قال لي إحنا نعرف إخلاص أبيك وجدك نبقى نعرف إخلاصك أنت شكثر تستعدى الضحي شكثر تفدينا قال لي أفديك بنفسي ومالي قال لي لا هذا كل حدي سويها قال لي بمن إذن قال جاء مرة ثانية سأله بمن تفديني قال لي أفديك بنفسي ومالي وأهلي وولدي قال لي هذا كل حدي يقدر عليها قال لي شنو تريد قال لي بما تفديني قال أفديك بنفسي ومالي وأهلي وولدي وديني وديني مستعد أعطيك ديني قال أما الحين فلله دره طلب منه فيما طلب منه أن يقتل الإمام رحميد بن قحطبة ولكنه رأى منام فزع منه ثم تراجع عن قتل الإمام أيضا مشاهد ثاني يذكره أبو خالد الزبالي يقول مرة الإمام الكاظم أشخص إلى المهد العباسي أرادوا أن يقتلوه وخفت عليه قال الإمام الكاظم ليست هذه القتلة التي سأقتل فيها سأعود إليك في التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني كذا انتظرني أنت يقول وانتظرت قريب لن يوم الذي حدده إلي وخفت يقول في آخر الغروب رجع الإمام فنجأ من هذه محاولة الاغتيار العباسي كانوا يستدعوا الإمام يحاولوا أن يغتالوا لكن لا يتيسر لهم ذلك أيضا في أحد من أشخاص اسمه الربيع بن يونس قبل قبل شوية هذا كان وزيرا للمهدي العباسي أيضا أوعز له أن يقتل الإمام قال للحين تجيب إلي يقول لما جئتوا به إليه شفت لا متراجع الإمام عليه السلام ظاهرا دعا بدعاء فتغيرت أحوال المهدي ورأى أمير المؤمنين عليه السلام في منامه وقال بعد خلاص أطلق صراحة هذا ما ريد أتورط بياه الحاكم العباسي رأى الإمام أمير المؤمنين في المنام ويتهدده يقول للمؤمنين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يقول فمباشرة طلب بأن يطلق صراحة الإمام والإمام وهذا الربيع بعد ما صدق قال لأنت روح الحين أطلع من هذه المنطقة لأن هذا ربما يتراجع عن كلامه هذا في زمن المهدي العباسي بعد المهدي جاء ولده الهادي والهادي هذه قصة لطيفة الهادي شوف أراد كانت في زمنه ثورة الحسين بن علي صاحب فخ أراد أن يفتك بالإمام الكاظم عليه السلام قال أكيد أن خروجه خروج هذا الحسين بن علي صاحب فخ كان بتوجيه من الإمام فأسمع على قتل الإمام من اللي موجودين في ذلك المجلس اللي كان فيه موسى الهادي كان علي بن يقطيم علي بن يقطيم من ربعنا من جماعتنا فمباشرة بعث بكتاب عاجل إلى المدينة المنورة يقول ترى هذا الرجل يتهددك بالقتل الإمام جمع أهل بيته قال هم بما تشيرون قالوا احنا نشير عليك أننا تبتعد عن الأنظار فقال الإمام امتمثل لبيت شعر ظاهرا لأحد الأنصار زعمت سخينة أن ستقتل ربها زين ولا تغلبن مغالب الغلابي إنه يريد أمر والله يريد أمرا آخر في بعض الأخبار في بعض الأخبار أنه قال في هذه اللحظة مات هذا الرجل الإمام في المدينة وهذا الرجل في فقداد محل الشاهد شوف الإمام دعا عليه وشوف دعاء الإمام لعلك تسأل كيف مات هذا هذا يمسك الحكم سنة وأشهر لكن كيف مات مات على يد أمه هذا هو الخليفة العباسي الذي قتلته أمه وموح قتل عادية أول عطت السم طبعا ننقل عن تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير عطت السم ما مات هذا سنور قط بسبع أرواح فلم يموت مباشرة فبعثت إلى جواريها قالت روحوا إليه شلوا هاي المخاد حطوها خنقوه خلونا نفتك منه طبعا هي أمه ولكنها لخلاف معها ولأنه لم يرد أن ينصب الرشيد في المئة بعد قد سووا سووا هالشكل ثم مسك الرشيد اللي نعرفه هارون الرشيد اللي هو الرابع والذي استشد الإمام عليه السلام في زمان لن نتكلم عن الشهادة ولكن الذي يظهر من النصوص الكثيرة أنه أشخص الإمام أكثر من مرة وحاول أن يقتله أكثر من مرة نحن نسمع هذا الدعاء اللهم خلصني من سجن هارون يمكن نحن عادة الخطباء يربطوا مباشرة بالشهادة وهذا غير صحيح الصحيح أن الإمام لما دعا وقال اللهم خلصني من سجن هارون ودعا بهذا الدعاء خرج خرج من السجن أجيب خرج من السجن وعد ثم طبعا لكن قال هارون لن أجعله يذهب بعيدا أريد يكون قريب خلوه هنا في بغداد فأخذ في جواره إذن إقامة جبرية ثم تنقل في أربع سجون الإمام عليه السلام طبعا الإمام عليه السلام لاحقا ذهب إلى المدينة وفي سنة 179 إمام استشهله في سنة 183 هجرية في سنة 179 هجرية هارون أمر بأن يقبض على الإمام وأتوا إليه وهو بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في حال الصلاة قالهم الحين تشيلوا وبعث إليه إلى سجن لابن عمه في هذا السجن قال له أقتله قال له أنا أرى أن تعفيني أنا لم أرى منه أمرا فأنت تختار إما أن تطلق صراحة أو أن تقتله بنفسك أنا لا تخليني أتورط بهذا الأمر ثم نقله إلى السجن الربيع في سجن الربيع يقول في يوم الأيام كان هارون يشرف من أعلى القصر فرق قماشة على الأرض قطعة قماش فيقول للربيع شنو هاي القماشة قال هذه ليست قطعة قماش وإنما هذا موسى بن جعفر هذه سجدته منذ طلوع الشمس إلى وقت الزوال الإمام في حال يشتجوجن لله سبحانه وتعالى ثم قال هارون قال لهذا من رهباني بني هاشم هذا عابد قال للفضل بن الربيع قدامك تعرف أنه عابد ليش تسجنه قال خوفا على الملك ما معنى أن هذا إذا لم أضيق عليه راح يأخذ الملك مني ثم انتقل إلى سجن الفضل بن يحيى البورموكي هذا قريب أخوه من الرضاعة وأراد عرف فيما بعد ودع في سجن للفضل البورموكي ولكن هذا لما شاف أن الإمام عليه السلام حاله حال العباد أخذ يعني يقل يعني من القيود اللي موجودة عليه يعني يقل للتعذيب فبلغ ذلك هارون فأمر شوف هذا قريبه أخوه من الرضاعة أمر بأن يجلد مئة جلدة الله أكبر ثم لأنه قلل من تعذيب لأنه لأنه ما عذب الإمام شلما تعذى فأنا أجلدك جلده مئة جلدة وهو ذات ذا مكانة عالية عنده ثم انتقل الإمام إلى السجن الأخير اللي هو السجن السندية بن شاهق وهو الذي قضى الإمام على يديه لكن شوف الله يخرج الحي من الميت السندي بن شاهق كان عدوا لله واحد من أحفاده اسمه وهذا أيضا واجب منزلي روحوا دوروا عن الشاعر كشاجم اسمه كشاجم كشاجم من أحفاد هذا اللعين أحفاد السندي من أحفاد السندي بن شاهق ولكن كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام وكان ينظم أشعارا في حقهم وفي فضلهم عليهم عندك بيت؟ ما يحضرني لكن أنا أعطيكم هذا واجب منزلي لأخوة الأحبة على أساس طبيعتنا مدرسين نعطي واجبات ونعم شيخ سبحان الله هذه هي حياة سياسية اللي نقدم من خلالها نفهم إن الإمام كان يعيش تضييق طول فترة إمامته وهذا طبعا نعكس على حاجة مهمة إذا تبحثوا بتلاقوا في كثير من الأحاديث حدثني العبد الصالح أبو بصير توفي سنة 150 هجرية أبو حمزة ثمالي توفي سنة 150 هجرية ذول إذا ترجعوا لأحاديث يقول سمعت العبد الصالح ليش هذه الشفرة؟ حفاظا على الإمام عليه السلام هو العبد الصالح منه أي إمام؟ يقصد به الإمام الكاظم لكن حتى تصريح بأننا ننقل هذا الحديث عن الإمام المفترض الطاعة هذا سبب مشاكل نزيل شيخنا آخر محطة ولو أطلنا عليك المقام إن شاء الله الكل مجتمع الآن لإحياء مولد الإمام صلى الله عليه البعض شيخنا يأتي إلى هذا الحفل مثلا ينتظر الرادود أو الصفقة أو الجو والبهجة البعض الآخر يقول أنا ما لداعي أي الجود بما أنه مجرد قصائد وكذا أيضا لا يحضر والبعض الآخر إذا حضر مكان مثلا في موعظة أو في ذكر الإمام صلى الله عليه حتى لو كان مثلا شوية مثقف أو من طلبة العلم كشاب تلقى مثلا ما يهتم موضوع عنده بورنج موضوع عنده ممل الجلسة هذه ما لها داعي خلأ أروح أستفيد خلأ أقرأ لي كتاب خلأ أصلي صلاة الليل مثلا وعليهم بالعافية ما يقومون به فالسؤالي إحياء أفوا إحياء أمر مولد الإمام صلى الله عليه لماذا نحيي الميلاد لماذا نجلس لماذا المستمعين لحن كلهم قاعدين يسمعونك تسولف عن الإمام صلى الله عليه هذه المحطة الأخيرة أخليها عندك شو تقول في عنوان اسمه عنوان إحياء أمر يا أهل البيت عليه السلام وش هو المقصود بهذا هذا هو إحياء لأمرهم وإحياء لقلوبنا قلوبنا احنا تحتاج أحد أصحاب الأيام عليه السلام اسمه سعد الإسكاف يجي إلى الإمام عليه السلام يقول لأني أقص وأذكر حقكم وفضلكم أذكر حقكم وفضلكم وفضلكم فقال الإمام عليه السلام الإمام صارق عليه السلام يقول وددت لو أن على كل ثلاثين ذراعا رجلا مثلك ثلاثين ذراع بحسبة نهاي الأيام ثلاث عشر متر ثلاث عشر متر أتمنى أشوف ريال حسينية كم متر أحسب يعني كم وعض نحتاجه إلى من يتحدث بذكرى أهل البيت السلام عفوا هو شيخنا الريال يقول أقص وأذكره فضلكم يعني هذا اللي إحنا الحين نحاول نسوي لما نوقف واحد يتكلم مثلا رادود يقول لبيت شيخ يقدم لكلمة إحنا نحاول أن نقص فضل أهل البيت صلوات الله عليه الإمام يقول أتمنى كل تقريبا ثلاثة شوف هذه المنطقة اللي الحين فيها تجمع المؤمنين الحسين ما تكلم عن الحسينية الحسينية وما هو محيط بها كم متر كيلو مترات صحيح الإمام يقول أنا لو بدي كل ثلاثة عشر متر موجود شخص يتحدث بهذا الأمر يتكلم عنه في عنوان آخر يا فضيل تجلسون وتحدثون قلت نعم يا ابن رسول الله قال إن تلك المجالس أحبها شوف هذه الجلسة منظورة بعين الإمام عليه السلام أحبها أنت تعرف شيء يحب الإمام ما يجب أن نفعل تمتفل هذا شيء يرضي إمام زمانك كيف أحيوا أمرنا ليس فقط هذا الشكل رحم الله من أحيى أمرنا هناك تعليق سريع لأننا أعرف الوقت أخذنا رحم الله من أحيى أمرنا هذه العبارة إما أن نحملها على أنها دعاء فيكون مقصود الإمام اللهم ارحم من يحيي أمرنا والإحياء ترى مو فقط الخطيب والرادود اللي يقعد لا نفس الحضور هذا إحياء انت جاي تقوي هذا الإحياء هذا الذكر أنزين فيكون محمولا على الدعاء ومن الذي يدعو يدعو الإمام ودعاء الإمام عليه السلام مستجاب فيكون دعاء الإمام ومقتضى ذلك أن الإمام يترحم على من يحضر هذه المجالس وإما أن يحمل هذا الكلام على أنه إخبار أن الله عز وجل رحم من يجلس في هذه يعني تحقق الأمر رحم الله من أحيى أمرنا هذه قيمة هذه المجالس هذه قيمة هذه الإحياءات نحن نرتبط بحجج الله نرتبط بمن جعلهم الله عليه الله أئمة تنصيب من الله عز وجل فخل ندرك هذا الأمر يعني جاي لأحيي أمر يرتضيه الإمام وفي مرضات الله سبحانه وتعالى وأمر آخر في بعض النصوص أن هذه المجالس فيها حياة للقلوب الحميري ودعني أختم بالحميري الحميري شاعر أهل بيت عليه السلام من أصول عمانية ونعم ما كنا ندري ما كنا ندري السيد الحميري طبعا السيد هو اسمه واحد من أسماءه ولقبه به الإمام الصادق عليه السلام نزيم فالحميري كان أحيانا يجلس يدخل على جماعة يشوفهم يسولفوا في سوالف غير ذكر أهل البيت عليه السلام يقول فهو يقوم عنهم يقولوا ليش تقمت عنه يقول إني لأكره أن أطيل بمجلس لا ذكر فيه لأهل محمد الله الله وصل على محمد وآل محمد وأحد أصحاب الأئمة عليه السلام لعله حمران أو غيره هذا كان يجلس في يشوف الجماعة يشوفهم طلعوا عن سالفة ذكر أهل البيت عليه السلام يتكلموا عن الزراعة وزراعة وصناعة وكذا يقول في رجعهم المرة الأولى شافهم رجعوا مرة ثانية وطلعوا عن الموضوع يرجعهم مرة ثانية شافهم طلعوا مرة ثالثة يقولهم يالله في أمان الله وحياكم والله فهذا يعطينا تشجيعنا مجالسنا حتى جلستنا احنا طالعين رمس شال رمس يعني تغيير جو كذا تغيير جو احرصوا على أن يكون فيه ذكر لأهل البيت عليه السلام ولكن نتداول حديث بسيط هذا المقدار اللي فيه يتحقق أن هذا المجلس فيه حياة للقلوب وأن القلوب لا تكون ميتة أحسنت والله طيب الله أنفاسكم أبو كرار لا تلموني بحب هذا الرجل ترى من المؤثرين على حياتي فعلا سماحة الشيخ أبو كرار علي العجمي لحين أنا أقول لك ما أقول لك نختم نختم جميعا بدعاء جماعي على لسان النبي صلى الله عليه وآله فالك ترفع الأيادي الكل يرفع الأيادي هذا الدعاء اللي ما بعد دعاء واللي أنا يأكسنا تحدثنا عنه كثيرا حتى الله عز وجل يوفقنا ويكون المجلس فعلا الذي يرضي قلب الإمام صلى الله عليه وآله الذي تحقق أننا نتحدث فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَلَأُ أَمَامَهِ جَمِيعًا من كنتُ مَوْلَهِ فَعَلِيُونَ دعاء رَسُولِ اللَّهِ شِيرُوا إِدْكُمْ اللَّهُمَّ وَالِي وَالِي مَنْ وَهَالَهِ وَعَادِي مَنْ عَادَهِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهِ وَاخْذُولْ مَنْ خَذَلَهِ وَأَدِرْ مَعْهُ الْحَاقِ حَيْثُمَ ارفعوا أيديكم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صلي على محمد وآل محمد